بعد حديث سياسي وتحليل تحت مجهر العلاقات الثنائية بين العراق وأمريكا يأتي إعلان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتحديد موعد الزيارة للولايات المتحدة ولقاء رئيسها دونالد ترامب الزيارة التي كانت المنتظرة من قبل أوساط سياسية وشعبية الزيارة المكوكية من بغداد إلى واشنطن والتي تبدأ الأسبوع المقبل تأتي تلبية لدعوة رسمية وسيكون العشرون من الشهر الجاري يوم الحديث عن ملف الأمن والطاقة والاقتصاد والصحة والاستثمار والتصدي لجائحة كورونا وسبل التعزيز الثنائي المشترك الحديث في الأمن لا بد أن يمر بالاتفاق على دحل تنظيم داعش الإرهابي بشكل دائم وعن كورونا الوباء الأكثر اهتماما بين الشعوب وقادتها لكن الحوار الاستراتيجي الذي بدأ به بين بغداد وواشنطن في حزيران الماضي يحمل ثيمة خاصة بين البلدين سيما أن الشارع العراقي الذي يريد تحقيق صفقة رابحة يكسبون فيها الكاظمي كرئيس ينجز ما يريده الشعب ويكسبون أيضا تحقيق الزيارة لتحسين الواقع الاقتصادي والأمني لكن رئيس الوزراء يغادر العراق تاركا خلفه ملفا عالقا يتمثل بعدم اتفاق كتل سياسية على قانون الانتخاب من جهة وموعد إجراء الانتخابات من جهة أخرى فيما بعض هذه الكتل تطالب رئيس الوزراء بضرورة إنهاء ملفات عالقة مثل التواجد الأجنبي ومع ما يستجد من أوراق شائكة يتعطش العراقيون لعودة يحمل فيها الكاظمي تغييرا جديدا يغير واقع العراقي الصعب ترجمة نانسي قنقر